وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا سيادة أسفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق سيادة أسفير بعد التحية كاهفة تقيم زيارة وزير الخارجية التركي إلى مصر ومحادثاته مع وزير الخارجية سامح شكري ما شاء الله خطوة إيجابية إن شاء الله وتتفق مع عملية المصاوحة التي انتشرت في المنطقة خصوصا وأن الدول العربية التسعة التي اجتمعت مؤخرا في جدة مع الرئيس الأمريكي عبرت عن موقف عربي شامل في موجة دعوة أمريكا إلى منا نقيم حلف مضاد لإيران وقلنا له أن العدو ليس إيران ولا تركيا هذه الدول شقيقة صديقة ما استطعنا نتعامل معها بالوسائل الديبلوماسية العدو هو من يعادينا هو من يحتر لأرابينا هو من ينكل بأبناءنا في فلسطين وفعلا نجحنا في تغيير موقف الرئيس الأمريكي إلى أن جعلناه موقفا يطالب بحل الدولتين وهو الشيء الذي نطالب به نحن عيره بالنسبة لتركيا أود أن أذكر أن قرار سحب السفير المصري من أنقرة لم يكن قطع علاقات والعلاقات غير مقطوعة ويستطيع أي من السفيرين المصري والتركي أن يمارس عملهم متفورا وأرجو أن تكون زيارة وزير الخارجية التركي وما استضر عنها من بياناتها في كل المواد بين الشعبين والشقيقين مقدمة لأن السفراء يعودون إلى أماكنهم ونذكر بالخير أن تركيا طبعا حتى في البيانة الفاضلة من مصر ينفح بالسفير هي دولة أكثر من شقيقة هناك ثقة كبيرة من المصريين ينتمون الأصول تركية ولدينا جالية مصرية كبيرة في تركيا يعيش بيننا عائلات مصرية كثيرة من أصول تركية وهذا يوضح أن التاريخ المشترك سنزل لعلاقات طيبة وأذكر في هذا بين قوسينا على سبيل الطرافة أن مدير البروتوكول التركي في الخارجية التركية شمس الدين عارف مردين شقيقه كان أحمد شمس الدين عارف مردين كان وكيل وزارة الزراعة المصرية أخوين أحاديما تركي والآخر في تركيا والآخر تركي في مصر إذن هي اختلط الشعبين على مدار التاريخ ولا ننظر إليهما سواء تركيا أو إيران إلا كل مواد وأظن أن هذا هو نظرة الأتراك لنا أيضا لكن نرجو فقط أن نكون صلحاء في مثل هذه الاجتماعات وأن نوضح النقاط التي تؤرقنا وتعيش فيها تحدي لإراداتنا لأن انتهت زمن الإمبراطوريات القديمة ونحن الآن كلنا دول مستقرنا تحترم بعضها البعض وابد أن نحترف قصوصياتنا وبإذن الله أنا أترسم خيرا إن شاء الله من هذا اللقاء بين وزيرنا القدير سامح شكري وبين نظور أتركي سيدة أسفير وزير الخارجية سامح شكري أكد تزليل العقبات أمام المستثمرين الأتراك كيف تقرأ أهمية عودة العلاقات بين البلدين وكيف ينعكس هذا الأمر إيجابا على الجانب الاقتصادي الواقع أن من حسن السياسة المصرية والتركية أننا لم نسمح للخلاف السياسي أن يؤثر على علاقات التجارية والاقتصادية الاستثمارية ظلت علاقاتنا قوية وتركية على حكرة من أكبر شركائنا التجاريين واستمر هذا الوضع بالتالي فعلا أنا سعيد أننا نعز الأطراك وغيرهم كل مستثمر على أرض مصر يخلق وظائف لأولادنا ينتج بضاعة نحن بحاجة إليها ينتج خلع وخدماتنا صدرها وتصب في ميزاننا التجاري إذن فعلا تجليل الصعب أمام المستثمر أي إن كان وخصوصا إن كان عربيا أو إسلاميا هو شيء يسعيدنا ولا بد أنه يصب فيه فالح البلدان والشعبين سيدة أسافير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك